اشتركوا في القناة اعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة هذا اليوم ان بطولة التصفيات المؤهلة للالعاب الولمبية توكيو عشرين عشرين واللي من المقرر ان تشارك بها المنتخبات النسائية من الصين وكوريا واسبانيا وبريطانيا في الفترة من السادس وحتى التاسع من شباط في مدينة فوشان الصينية تم نقلها لبلغراد سربيا في ظل التحذيرات من فيروس كورونا وذكر بيان رسمي للاتحاد الدولي لكرة السلة انه بعد تقييم تفشي فيروس كورونا في الصين مع وضع سلامة وامن اللاعبات واعضاء الوفود كأولوية رئيسية تم نقل احدى المقرات الثلاثة التصفيات المؤهلة لولمبية توكيو الى صربيا وستستضيف بيلغراد البطولة اللي تشارك بها الصين وبريطانيا وكوريا بالاضافة الى اسبانيا ايضا الى دوري ملحقي ابطالي اسيا اذ انضم لمجموعة فريق الشرطة العراقي نادي استقلال طهران هذا اليوم اذ انضم بشكل رسمي نادي استقلال طهران بشكل رسمي الى مجموعة فريق الشرطة العراقي في مباريات دوري ملحق ابطال اسيا الفريق الايراني تغلب على ريان القطري يوم امس بخماسية لينضم لفرق المجموعة الاولى الى جانب الشرطة العراقي والوحدة الاماراتي وفريق الاهل السعودي ستكون مباراة الشرطة الاولى امام الاستقلال الايراني في العاشر من الشهر المقبل في طهران حال موافقة الاتحاد الاسيوي على اقامة المباريات في العاصمة الايرانية بعد منع المنتخبات والاندية الايرانية من اللعب على ارضها في ظل تداعيات تحطم الطائرة الاوكرانية اكيد مهمة فريق الشرطة راح تكون صعبة لتواجد فريق بحجم الاهل السعودي وبحجم الوحدة الاماراتي لكن ايضا الاستقلال الايراني بعد انضمامه جعل من هذه المجموعة ستكون حديدية وبالتالي نادي الشرطة العراقي سيلاقي استقلال ايران لكن الى الان لم نعرف المكان لانه سبق وان الاندية الايرانية اختارت الامارات مكانا لها بعد قرار الاتحاد الاسيوي من منعها باللعب على ارضها اثر تداعيات تحطم الطائرة الاوكرانية كل الموفقية للقثارة الخضراء العراقية تقديم المستوى الملبي للطموح وان شاء الله رح نكون معكم ايضا بتغطية لهذه المباريات ايضا نبقى في شأن الرياضة العراقية ونذهب هذه المرة الى الكويت العاصمة التي ازدلت ستار عليها يوم امس بختام منافسات بطولة العرب للناشئين منتخبنا الوطني شارك بثمانية ملاكمين وحصل على اروع الانجازات بعد ان ظفر بستة ميداليات اثنتين منها ذهبية ومثلها فضية واخرى برونزية اذ حقق ملاكمي العراق انجازا كبيرا في منافسات بطولة العرب حيث حصد ملاكمين على ستة ميداليات ملونة وتم اختيار الملاكم العراقي ضرغام علي كافضل ملاكم في وزن سبعين كيلوغرام خلال منافسات البطولة كما وكرم الاتحاد العربي للملاكمة منسر اتحاد الملاكمة العراقي علي عبدالزهرة مدرب المنتخب الوطني صلاح هادي الخفاجي بدرع الاتحاد للعبة بعد الجهود المميزة التي ابدوها خلال منافسات هذه البطولة هذه اللقطات الحصرية للشوط الثالث نعرضها بعد الحصول على الانجاز الرائع لملاكمين الناشئين مبروك للبحثة العراقية على هذه الانجازات رغم ان الاستعداد لم يكن استعدادا امثل البعثة العراقية راحت عن طريق البر اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب راحوا ماكوا نفقات ماكوا فلوس الناس دا تصرف من جيوبها لكن الاثار العراقي حاضر واحنا كنا في حلقة بثت قبل ايام مع علي عبدالزهرة وتحدثنا عن معانات البعثة العراقية لكن هذه المعانات لم تقف حائلا امام لاعبينا وملاكمينا وبعثتنا العراقية في الحصول على افضل الانجازات اتمنى من الحكومة ان تنظر الى غياب البنى التحتية وغياب الاموال وغياب كل شيء بالعراق ودنروح نجيب نتائج لهم موفريننا شنسوي هو هذا اللي احنا دنقوله وكرر امنياتي بالموفقية لملاكمينا وان شاء الله نحن على موعد مع بطولة اسيا اللي راح تقام ان شاء الله في تايلند وملاكمينا ومشاركة اكيد راح تكون اضافة حقيقية الى اصحاب القفازات الذهبية الى اتحاد السلة العراقي الذي يستعد لخوض غمار تصفيات كيسي اسيا بكرة السلة اذ حدد الاتحاد العراقي واللجنة المنظمة لتصفيات كيس اسيا مكان اقامة مباريات منتخبنا الوطني هذه التصفيات ستؤهل الى كيس اسيا والى كأس العالم ايضا بكرة السلة مباريات منتخبنا الوطني الاولى ستكون امام لبنان في ال 21 من شباط المقبل في العاصمة اللبنانية بيروت اما المباراة الثانية ستكون للعراق امام الهند في ال 24 من ذات الشهر ومحل اقامتها اما في بغداد او محافظة توك في كردستان العراق اذا دعواتنا القلبية بنجاح مهمتنا في الصعود الى كأس اسيا ونتمنى ان نصعد الى كأس العالم رغم انه المهمة الصعبة لان نعرف مستويات المنتخبات العربية والمنتخبات الاسيوية لكن ان شاء الله البركة بولدنا واتمنى ان تحظى الاراضي العراقية باحتضان مباريات منتخبنا حتى تكون خير داعم للظفر ببطاقة التأهل ان شاء الله سادتي الاحبة في مبادرة انسانية ورائعة قام بها رئيس اتحاد العاب الشرطة السابق اللواء عامر العزاوي معه عدد من نجوم منتخباتنا الوطنية بزيارة اللاعب الدولي السابق الخلوق رزاق حاتم والذي يعاني من امراض عديدة هذه الزيارة الانسانية والالتفاتة جاءت لزيارة اللاعب رزاق حاتم هذا اللاعب الذي ابتعد وانزوى بعيدا عن الاعلام وبعيدا عن اللقاءات وفضل الانزواء والجلوس في بيته بعيدا حتى عن اقرب اصدقاء النجم الكبير حسين العيبي وكريم صدام بالاضافة الى النجم الشرطاوي فيصل عزيز والنجم السابق نهاد انور كانوا في هذه الزيارة وطلعوا على اهم احتياجات هذا النجم الخلوق الذي يعاني من امراض عديدة وتمنوا له الشفاء العاجل والعودة مع رواد الكرة العراقية وايضا اللحظات الجميلة اللي تركها رزاق حاتم برفقة اخي اوزيبيو العراق صباح حاتم شكرا لهذه الالتفات الرائعة من رئيس اتحاد العاب الشرطة اللواء عامر العزاوي الرجل المحب لكل الرياضيين الرجل اللي دائما يسعى الى احتضان جميع النجوم لا سيما نجوم الشرطة العراقية احنا قريبا رح نكون معاكم في لقائنا بالنجم الكبير الدولي السابق رزاق حاتم وما يعاني هذا اللاعب اللي للأسف الشديد لم تمتد له يد المساعدة الالتفاتة لتاريخه لمكانته ما قدمه من ارث كبير للمنتخبات الوطنية منتخبات الشباب نادي الشرطة احنا نعرف نادي الشرطة وادارتها نموذجية ودائما هذه الادارة ما تسأل على كل لاعبيها فاتمنى ان تلتفت ادارة الشرطة الى هذا النجم الخلوق وشقيقه اللاعب الكبير صباح حاتم اللي للأسف الشديد ابتعدوا عن الاعلام وما نعرف اخبارهم لكن زيارة هذا الجمع الطيب جعلتنا نعرف اخبارهم ونتمنى للصحة والسلامة الى الكابتن الكبير رزاق حاتم ايضا احبتي المشاهدين ما زلنا نتجول معكم في اروقة رياضتنا العراقية ونذهب هذه المرة الى ام الربيعين الى الموصل الحدباء الى نينوى العزيزة وزميننا محمود لسليفاني ففي اجواء رائعة نظم مركز رياضة السماء العراقي بالتعاون مع نادي السقر الجوي وبدعم مباشر من منظمة يو ان دي بي مهرجان السلام للرياضة الجوية الاول بمشاركة اندية اقليم كردستان في منطقة كرملس التابعة الى قضاء الحمدانية في محافظة نينوى المهرجان شهد عروض جوية رائعة للطيران الشراعي بالبالون الحراري اضافة الى عروض فعاليات فنية فولوكلورية تتضمن دبكات العربية والكردية واليزيدية والمسيحية وبعدها تم توزيع الدروع والشهادات التقديرية على الطيارين المشاركين في هذه الفعاليات اترككم وهذه اللقطات الجميلة من شمال بلاد الحبيب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ورئيس حامد الرعد والى كل الجهود الخيرة اللي تحاول ان تعيد هذا النشاط وهذا الاتحاد الى سابق تاريخه وانجازاته ايضا زمينا محمود الاستيفاني اجرى هذه اللقاءات مع عدد من المشاركين والمشرفين على هذا المهرجان نتابع طبعا اليوم قام مركز رياضة السماء ونادي الصغور الجوي بالتعاون معه من خلال منظمة ريون دي بي في مهرجان السلام للرياضة الجوية وايضا تعايش السلمي لانه رياضة تجمع جميع الاطياف والمكونات دون تدخل في السياسة والاحزاب وحتى في موضوع الوظائف والعمل ممكن ان يكون اللاعب من اي قومية وممكن يزاو لأي عمل وممكن ان يكون حتى كاسب هذا هدف ان نصر رسالة انه رياضة تجمع ولا تفرق ويمكن الجمهور العلم في مشاركة العراق في البطولات الكرة القدم كل العراقين يتوحدون حتى يمكن يعني من المفارقة السياسيين يمكن يتوحدون من اجل هذا العراق ويختلفون على كل شيء بعد هذا اليوم اول مشاركة سونا مشاركة مهرجان للطيران للموصل انا من اربيل جاي من نادي اربيل جوي وماشاء الله شفت اجواء رائع اجواء مبتاز يعني يعني صار ليه واء ما جاي للموصل وشفت اجواء ماشاء الله امان الحمد لله اجواء يعني رائع كم طلعت اليوم اليوم حتى طلعت ثلاثة مرة طلعت بس حتى طلعت طلعت مالي شوية ناصي بس هم تكون فتشي حلو اول شي اريد ارحب بكل الضيوف واشكر النادي سقور الجوي وسكاي سبورت احنا كمركز تخصصي اجنح الحرة اليوم شاركنا بمهرجان السلام الحمد لله الاجواء طيبة ولو الهواء موزن ما مساعد للطيران بس شون ما شانطرنا الحمد لله وان شاء الله لكل يسير اخوة ومحبة محبة والسلام شكرا مرة اخرى الى زملائنا في محافظة نينوى العزيزة والف تحية الى كل المشاركين لهذه الرياضة الجميلة جدا اللي العراق معروف بفنه وبارتقاءه وباحتضانه الى هذه المواهب الرياضية سادتي الاحبة الى جزء ثاني من حلقة هذا اليوم ومن حق حق الرد المكفول اللي يكفل البرنامج بعد ان تناولنا يوم امس او اول من امس موضوع احتلال منتخب كرة يد العراق على المركز التاسع في بطولة اسيا التي اختتمت في الكويت وما تحدثت به نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة اليد عن اسباب الخسارة اليوم يشرفنا مدرب منتخبنا الوطني الكابتن ظافر عبدالصاحب في استوديوهاتنا ببغداد الحبيب وعلى الهواء مباشرة لوضعنا ببعض الامور وايضا الحديث مع الجمهور الكريم عن الامور اللي رافقت بجعل فريقنا يحتل المركز التاسع ورحب اجمل ترحيب بضيف الكريم الكابتن ظافر عبدالصاحب ضيفا كريما في برنامج الشوط الثالث عبر الشرقية أهلا وسهلا وسلام عليكم وتحية إليك كابتن محمد والسادة المشاهدين الكرام الله يحفظك نقول لك حمد الله على السلام أول شيء كابتن الله يسلم الله يسلمك أنا سمعت الحلقة السابقة باليوتيوب وأنا كنت مسافر يعني مكان التاليفوني مغلق الحقيقة خير إن شاء الله أستريد نحنا نبدي لو أنت تبدي لا أنت أي سؤال إحنا حاضرين بس أنا حاضرين أنا أعرجه والمرة على الموضوع الموضوع الحقيقة إحنا بآخر سنتين قامت فرق آسيا تحسبنا حساب من الفرق الكبيرة وضعنا قدم مع فرق الكبار في آسيا الحقيقة إحنا بهذه الفترة خلال السنتين نتائجنا على مستوى الكبار اللي هي نادي الشرطة بدأها وبرونز عرب وختمت قبل سنتين بالترامن الإسلامي برونز أيضا وخامس آسيا بالأندية الآسوية وكان فيه بينه وبين التأهل مربع فرق أهداف ومشاركتنا في جاكارتا أيضا لحد هاي المشاركة الأخيرة الحقيقة هو نفس الجهاز الفني بهذه الفترة كلها مشاركتنا الأخيرة إحنا كان المفروض مع جلسة مع الأخوان بالاتحاد وخاصة سيد رئيس الاتحاد وسيد المشرف والأخوان بقي قسم من أعباء الاتحاد متابعينا وواقبونا كان المفروض إحنا نبدأ بالموسمنا من وقت من بعد تحذيراتنا من جاكارتا كان الاتفاق أنه في تحذيرات الكأس العالم تحذيرات قوية نعم تأخرنا كثير أرجعنا يعني جتنا فترة اللي ساموها قرار 140 وما عرف إيش تأخرت فيه مستحقات للحكام تأخر الموسم إحنا بالنسبة لنا كمنتخب ناخذ نتاج أندي نأخذ إحنا دائما نشاطنا الداخلي ويخدم نشاطنا الخارج نعم نحن متوقفين من الشهر الخامس عن المسابقات واللاعب ابتعد عن المسابقات وكان في سباة الحقيقة يعني كان الاتفاق أنه إحنا بعد رمضان مباشرة نبدأ بس الظروف سمعت حتى السيد رئيس الاتحاد كان إلى جهود كبيرة بأنه الحكام كانوا مضربين فأتأخر برنامج لأن كان لهم استحقاقات مالية الحقيقة نعم كان في ذلك الوقت توفير الأمال لا فهمته أنا الحقيقة تأخر برنامج الأخوان يعني بداية الموسم لأنه إحنا نأخذ من الأندية اللاعب يبدأ الأندية تبدأ تحضر وإحنا نأخذ ونشاهد وراقب تأخرنا كثير بهذا الموضوع بعدها جتنا مالة التظاهر أيضا تأخر الدوري نعم اللاعب ألها مستحقات على الأندية تقول لك أنا النادي قل لك أنا مات فإذا ما أكو برامج ما أكو نشاطات صحيح فالحقيقة مر أنا معاناة أخذ وعطي آخر إشي صار القرار مع السادة سلام والإخوان بالاتحاد أنه إحنا نكثف بقت فترة جدا محرجة يعني فترة أتكلم عن الشهرين فقدرنا أنه قال خلاص إحنا ما نقدر نضل هنا ولا نقدر نماشي فنحاول نعوض قدر إمكان فيه تجمعات مكثفة للمنتخب الوطني هذا بالنسبة إنا يعني إحنا شهرين تحضيراتنا كانت في تونس وبعدها مصر ورجعنا ورجعنا على البحرين وطلعنا البطولة كان الأداء اللاعبين بالمعسكرات جيد جدا نعم الحقيقة يعني كان هدفنا هو التأهل الدور الثمانية بالدرجة الأولى في مجموعتنا الكويت والإمارات وهونج كونج الحقيقة إحنا حسينه أنه بلد مضيف كويت ابتعد عن المسابقات فترة طويلة جدا آآ راجع بعودة إحنا مثل ما إحنا حضرنا الفرق أيضا كانت في ألمانيا وفي طيب إسبانيا وفي أوروبا يعني كل الفرق كابتن ضافر العفو بس من فضلك نعم أنا قبل ما أدخل في غمار المباريات دعني أسألك بعض الأسئلة اللي هي رافقت فترة إعدادك وأرجو أن تكون الإجابة مختصرة ومقتضبة لعندي كم من الأسئلة حتى حضرتك يعني اليوم أعطيتك وقت طويل جدا حتى تقدر يعني تتفضل بما تراه أو ما شاهدته من خلال منافسات البطولة لكن دعني أتحدث يعني أول شيء يقال أن ضافر عبدالصاحب متمسك بـ 14 لاعب من نادي الشرطة هم معتبتهم كلاعبي منتخب وما التفت إلى باقي الأندية ما هو ردك على هذا الموضوع باختصار الحقيقة هذا الاتهام موجود من أيام الثمانينات وأنا رجل أيضا من احترفة بره عدي إنجازات كثيرة مع أندية مختلفة أكو من يقول أنه تجمعوا في نادي واحد طيب إحنا العام وزع الاتحاد قرار وزع اللاعبين على الأندية نعم متمم؟ وإحنا حافظنا على بطولتنا هالسنة عزوف وأندية كثيرة عن اليد وفي نعان إحنا بالسنتين الأخيرة التقشفات رهيبة على الألعاب نعم يعني لأنه القدم ما أخذ الجو العام فالحقيقة إن كان هذه الشرطة أو الجيش أو الكرخ لغة فصار عندنا أنه هاي اللاعبين الآن إحنا ما نحتاج بين هذه الشرطة هذا الكم من اللاعبين نعم لأنه مدرب منتخب ونادي في آن واحد مدرب منتخب ونادي في آن واحد يدخلك في متاهات أنت في غناء عنها ما أنت لو مدرب منتخب لو مدرب نادي أنا جيت طول فترتي والسنوات السابقة من أيام الفامينات أنا مدرب نادي ومدرب منتخب وبنفس الوقت أنا مع المنتخب شبه متقوع يعني نعم هذا بلدي أنا جيت بالألفين وتسعة وعشرة خاص للمنتخب نعم ورحت للبحرين ورجعت مرة ثانية إلى هنا أنا الآن أنا مع الأندية نعم أنا شبه إعارة عندنا إحنا من المنتخب أما هذا الواجبي الوطني أنه أنا يعني لحد يتصور الموضوع مردود مادي أبداً 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 مو من ناحية المادية قسران نعم فهذا استقاق يكلفني به الاتحاد نعم يعني ويجيب أنه إحنا قدرنا نلمها اللعيبة هالسنة حتى نوصل إلى هدفنا حسنا شو صار بالمباريات بعد إحنا الإنجازات هاي السنتين الأخيرة هي نفس الجهاز الفني ونفس اللاعبين نعم يعني فإحنا الحقيقة صح هذا فيه موجود بالعالم كثير من موجودة بالعالم أنه منتخبات تستعير من مدربين الأندية تقدر تكمل بطولة أو مهمة معينة وخلاص هذا الموضوع يعني طي موجود بالعالم وليس بس عندنا فقط كابتن ظافر وهي مو جديدة دائماً إحنا نتكلف بهذا الواجبات كابتن ظافر حتى نكون منطقيين يعني أول شيء إحنا بالبرنامج إحنا يعني الطرف اللي يمثل الحل الأوسط وإحنا نستمع إلى كل الأطراف نحن ما اعتزازنا بتاريخك ومكانتك لسنا بضدك ولا إحنا مع الاتحاد لكن إحنا الحقيقة نسمع من كل الأطراف وبالتالي يعني لا يمكن أن يشكك أحد بوطنيتك بمكانتك بثقافتك بإنجازاتك إطلاقاً يعني هذا بس أحب أوصلها الجنابك أما بعض الأسئلة اللي وردتني يعني من قبل الاتحاد واللي متمثلة بنائب رئيس الاتحاد اللي اتحدثت بنقاط كثيرة مع أنها تكون لك التقدير والاحترام لكن في مجال الانتقاد البناء الهادف من حق الاتحاد أن يدلوا بدلوة وأيضاً أبناء اللعبة من حقهم أن يتحدثوا وبالتالي حضرتك اليوم ضيف كريم اترد على ما أثير بعد خروجنا واحتلالنا المركز التاسع اللي هو ميليق بيننا لكن أرجع وأقول جزاكم الله خيراً لما قدمتوه في ظل ظرف صعب جداً فلوس ماكو بنا تحتية ماكو بلد يعيش بالقوة مع هذا كنا نمنى النفس أن نحصل على مركز أفضل بعد ما شاهدتك وأنا قريب منك في دورة الألعاب الآن سوي في جاكارتي وشفنا منتخبنا ما شاء الله عليه شلون مستوى شنا نعول للألفين وعشرين نكون أفضل وأفضل لكن قدر الله ما شاء فعل هذا اللقاء بس مجرد نوضع النقاط على الحروف وبالتالي نوضح للناس ما دار كابتن ظافر سؤالي الاتحاد حملك مسؤولية خسارتنا أمام الإمارات بسبب خطأ تدريبي هو أنه آخر خمسين ثانية كنا متقدمين على الأشقاء وكان بإمكانك أنه أنت تاخذ تايم آوت وتدهي المباراة بالطريقة الفنية المعروفة لكنك يعني والكلام للاتحاد تسببت بخسارتنا وأيضا تعاقبت بعد المباراة لتهجمك على اللجنة المنظمة وفورها تعرضت إلى حرمان مباراتين أثرت على وضع منتخبنا ما هو ردك كابتن؟ الحقيقة أنا بس حب أوضح موضوع مهم جداً أنه إحنا يعني أنا مستغرب أن أنت تقول الآن الاتحاد أنا معي السيد رئيس الاتحاد وأمين السر طلع سوفره معنا ومشرف الفريق أضو الاتحاد وكثير من أعضاء الاتحاد مواكبين المنتخب أما بالنسبة لضيفتك اللي أنا كل الاحترام والتقدير هي أنا لن أراها ولا في يوم ولا في وحدة تدريبية ولا في اجتماع للمنتخب الوطني بهاي الفترة بس ينايب رأي استحاد؟ هذا واحد أما حتى لو طرحت ما أعرف إذا كان في وجهة نظر الشخصية أو نظر الاتحاد كان المفروض يعني يمنى نحن على كل هساني كان يمي معانا بالوفد سيد رئيس التعاد أما موضوع المباراة فيه أمور يعني الحقيقة غايبة عن حتى عن جميع المشاهدين لأن أحداث صارت نحن كنا موفايزين نحن كنا متعادلين باقي خمسة وخمسين ثانية أنا أخذ التايم آوت وهذا المعهود فيه قلنا لللاعبة قلنا لهم راح نسحب حارس المرمى ندفع سبع لاعبين نبني هجمة أثناء بناء الهجمة يطلع السادس يرجع حارس المرمى حتى نضمن خاف ونضيع كورة ترتد علينا أقول ومنشوت إلا بالثواني الأخيرة حتى نضمن التعادل نعم لعبة ثانية وميهم كورغ نقدر ناخذ الفارق اللي أخذها الإمارات ونتأهل مكان الإمارات نعم هاي تعليماتنا إلى الفريق نعم نزلنا بنينا السرعة الأولى عندنا لاعب سابعة سحبنا الحارس ونزلنا بعدين نزلنا الحارس سحبنا لاعب إحنا نبني عندنا لاعب رائد عبد الزيد وشاف مساحة قدامه وراح يعني توجه على دفع سفي عاقة في من رأي الحكام غير شكل مثلا الاتحاد الإماراتي يعني إلى تأثير أكثر من عندنا ما أعرف أنا بعدها مو مشكلة إسراء هذا الموضوع نعم اللعب اندفع واتعرض إلى عاقة الحكم ما رتق يعطينا أنه جزاء بهالثناء راحة الهجمة أخذ تايم آوت المدرب الخصم باقي ثلاثين ثانية أو تسعة وعشرين ثانية أخذ هو تايم آوت نعم الآن أنا جاي أشرح للعيبة أنه إحنا راح نفتح دفعنا ما نخلي يقرب على مرمانة ستة ضد ستة هم ستة وإحنا ستة جاي نشرح أنه للعبين مسمعت وراي يعني هاي اللعب واقف باقي احنا تعرف يطلون خمسة وخمسين ثانية تايم آوت بهاي الخمسة وخمسين ثانية عندي لاعب نتيجة حرصة ورا لبن شيل البطل ما للماء ضربها في الأرض شاف مشرف المباراة هاي طبعا هاي الأحداث ما حد يدري بها هنا طوع عقوبة دقيقتين هس إحنا بعدنا منازل الملعب أخذنا عقوبتين يعني دقيقتين أخذنا العقوبة بالتايم آوت لا المعلق يدري ولا كله حتى اللعيبة اللي كنا نشرح لهم قلت لهم إحنا ما راح نفتح دفعنا لأنه راح نرجع لأنه إحنا خمسة نقصنا واحد هسة نعم ومن حق القانون من هذا اللاعب؟ من هذا اللاعب؟ أي لاعب يسوي من حق ماجد عبد الروا نعم فكان بره وفي بطل الماء ضرب الماء باعتبر أنه هاي جزاء ليش معطاناياها يعني نعم فهاي الأحداث ما حد يدري بها حتى السادة المشاهدين وحتى المتحدثين يا الإخوان حتى الأخت يعني نعبة رئيس الاتحاد ما تدري بها الأحداث فإحنا الآن غيرنا قلنا نرجع لأنه إحنا خمسة وبالستة ما نقدر نفتح دفاعنا على طريقة المراقبة رجل لرجل حتى نضيع لثلاثين ثانية ونضب من التعادل ثانية وميها نكونك نقدر ناخذ هذا الفارق ونتأهل فمن أخذ العقوبة اضطرينا نرجع للخلف وإحنا خمسة وهم عدهم زيادة لاعب قدروا يشوتوا علينا من الهدعش ما تروج أكتب الهدف يعني هاي الأحداث بالثانية الأخيرة هاي الأحداث اللي صارت ما حد يدري بها يعني الحقيقة حتى أنا من عدة المباراة يعني باليوتيوب المعلق ما يدري يعني حتى بنطيق طيب من شرح المباراة ما يعرف اللي أنا أشكرك ليضاحك لهذه القضية بل ثلاثين ثانية أنا خذ عقوبة طيب ليش ما عوضت غياب علي عدنان؟ هذا اللي يصار ما احنا كابتن اختصر لي بالأجوبة لأن عندي أسئلة وياك الله يرضى عليك آآ في دول عيونك يعني علي عدنان ليش ما عوضت غيابه؟ تابتن إذا تصور إحنا إذا نقدر نصور إحنا بشهرين نقدر نعوب ومكان لاعب نعم بمستوى علي عدنان يتهيئ لي هذا الآن ولا غيري ولا أعلى الخبراء بالعالم كله لو تجتمع ما تقدر تحل هذا الموضوع لأنه أنت لاعب بالقدم موجودة ومو باليال زي أكو لاعبين يقول لك جاهزين ما أخذهم ظافر اللي ذي إمكانيات عالية تريد لعد لك أسماء؟ هذا الحقيقة ننطرح اسم شب ناشر لا لا مصطفى محمود والسهلاوي وسيف عنيد بالإضافة إلى هاتجعفر نعم هاي أربع أسماء جاهزين ويستحقون منتخب لا يعني ما التعويض علي عدنان هذا يستحيل والشباب اللي جابوهم اللي جبناهم إحنا أخذناهم هما لعيبة أدوا الواجب وهذا اللي يقدروا عليه وإذا بدلاءهم نتكلم عنهم هما نفس المستوى بالعكس هذول أفضل باعتبار واكبه المنتخب البطولات في جاكارتا كانوا موجودين وهؤلاء اللي عددتهم اسماء ما موجودين في جاكارتا نعم أيضا يعني من الجملة الأسئلة اللي تحدثوا بيها يعني بالمناسبة حتى أكون أيضا منطق وياك يعني مو بس التعتبار نائب رئيس الاتحاد أيضا أكو لاعبين من لاعب اليد وعدد من المدربين السابقين أيضا يعني تحدثوا عن آلية المشاركة وبالتالي وصلتنا الكثير من الملاحظات وأنا يسعدني أن أسمع الرد من حضرتك لأن أهل مكة أدرى بشعابها فتعرف حضرتك كنت قريب جدا من الحدث وخير من ترد على هذه الأسئلة يعني يقال والعهدة على القائل وأنتظر رد الكابتن ظافر يعني يقال أن سوء علاقتك بنجوم المنتخب من لاعبي اليد السابقين والمدربين يعني هي من أثرت على إبعادهم وعدم تسنمهم مهمة الإشراف على تدريب المنتخبات الوطنية بدليل حضرتك ما شاء الله ندق الخشب صار أكثر من 12 أو 14 سنة أنت مدرب منتخب يعني ما صحة هذه الادعاءات كابتن أول شيء الأخوان الموجودين الآن بالوسط من اللاعبين ومدربين كلهم أنا مدربهم على الإطلاق خاصة النجوم كلهم على يعني تسعين أكثر من تسعين بالمئة نعم أما هذا ما يجي الاتحاد يكلفني إلي أنا غبت عن العراق 20 سنة من 92 للـ 2010 نعم وكانوا الأخوان المدربين موجودين وإنجازاتنا هي على مستوى متواضع جدا نعم ويعني 20 سنة ما وشوي غبت فلذلك أما هذا الموضوع هذا يسأل بي الاتحاد أنا ما فرض نفسي على الاتحاد يعني أول شيء يقدم لي عرض أي أنا رجل محترف صحيح يقدموا لي عرض أنا أوافظ بيها نعم أي إنسان ما تيجي عرض هي مشكلته يعني ما أعرف هو بعد المفروض راجع نفسه وليس ينحب حظة نعم أيضا من جملة أنا أنا علاقة بيهم رائعة جدا من يقول أنا كلهم مدربهم على مستوى ثمان سنوات وسبع سنوات وست سنوات نعم زين وبعدين الزملاء أنا من منطلعت عشرين سنة أنادي جازات على مستوى الكبار أكيد بفرق الكبار بثنا فترة الاحترافية والعراق ما عاد لمناصات التتويج إلا بعد ما مثلا نادي الشرطة قبل سنتين رجع. الانجاز يسوي هذا نادي الرشيد بالتسعة وثمانين آخر انجاز للرشيد تسعة وثمانين على مستوى أندي عرب نحن رجعنا بالشرطة فأنا قبط عشرين سنة ما أعرف الأخوان راح القسم أنا أكون لهم كل الاحترام والتقدير. وهم يكونوا للك الاحترام والتقدير. أكيد. أكيد المدربين. أنا أنا أكو شباب مدربين رائعين. أنا حتى مبارح كنت يا مساعد الوزير. في حديث معين. جبت ست أسماء قلت لدولة أعتقد يقدرون يغطون الساحة بفكر جيد متنور. أنا مبارح مرشح ستة نتيجة نقاش خاص يعني من الشباب أيضا اللي احنا دربناهم بالفترة الأخيرة. طيب عندي سؤال من شقين. الشق الأول أنه حضرتك مدير المدرسة التخصصية في وزارة الشباب للعبة كرة اليد. يعني من هم اللاعبين اللي أنت خرجتهم من خلال تواجدك في هذه المدرسة؟ لأنه يقال أنه ولا لاعب خرج الكابتن ظافر طيلت تواجده في هذه المدرسة التخصصية. والشق الثاني من سؤالي يعني يقال أنه أيضا الكابتن ظافر ظل بنفس العقلية التدريبية اللي يقود بيها من سنوات ما طورها من خلال احتكاكه. تعرف الآن كرة اليد حالها حال بقية رياضات بتطور وأكو قبزات تدريبية. وبالتالي الكابتن ظافر إلى الآن ما طور فكرة تدريبية اللي الآن بدأ يواكب به العالم. فأرجو أن أترد باختصار على سؤالي من شقي. الحقيقة إحنا موضوع نجح على المركز الوطني. المركز الوطني إحنا يعني ما جاء يلاقي ذاك الاهتمام الكبير. أما ما أنتجنا إحنا لحد الآن مخرجين أكثر من 32 لاعب بالدوري الممتاز يلعبون من مراكزنا التخصصية. وعدنا بنفس الوقت من منتخب الناشئين والشباب اللي راح العام والعام هم 80% من المراكز التخصصية اللي هم تابعين للأم اللي هو بغدال. إحنا أنا ما مسؤول على المراكز أيضاً الأخرى. فأنا مستغرب هذا الحديث الآن الوحيد بمعرفة الاتحاد. يقول لك الوحيد بعد عزوف الأندية ثلاث سنوات الأخيرة والأربع سنوات والتربية الوحيد اللي يعمل بالفئات هو المركز الوطني بإمكانيات متواضعة جداً. نعم. أرجع وأقول بشهادة الأخوان بالاتحاد وهذا تقدر تسأل الأخوان بالاتحاد أنه منتخب الوطني للناشئين والشباب. تسعين بالمئة من مراكزنا التخصصية المنتشرة بالبغداد والمحافظات. ولولا المركز الوطني لا يوجد أحد. الحقيقة أنا مستغرب أصلاً أكو لعابين هالسنة سحبناهم الدعوة الأولى للمنتخب الوطني. هم من فريق الشباب هم مخرجين مركز الوطني أربع سنوات المنتخب الوطني. الشق الثاني من سؤالي كابتن. يعني بالسحب الأولى من 22 شخص. الشق الثاني حول إيش كان. يعني حضرتك ما طلعت مع تركيات مشتركت بدورة تدريبية تطليرية. كابتن أنا شنو ما طلعت. أنا كابتن شنو اللي الدورة. إحنا نقطي الدورات. إحنا بأنا عضل جاءة تدريب الاتحاد الآسوي. بعدين آخر سنتين اللي انتهت سقلت نحن كنا وين. ما هنه من هو المدرب مع السنتين الأخيرة. إن كان نادي الشرطة وإنجازات الخارجية والداخلية. وإن كان هاي المشاركة مع الجاكارتة وتضامن إسلامي هو المدرب. ومو يعني مدرب آخر. وبعدين آدطي هاي المعلومة شوية. كل الإنجازات العراقية من السبعينات والثمانينات. والأخيرة ذني اللي هسه صاراً آخر سنتين. أنا موجود بيها ولي شرف بيها. هي على مدربين عراقيين. يعني قسم من الأخوان يتحدث عن مدربين أجانب ومعرفه إيش. بالسبعينات كان الدكتور سعد محسن واستانها زاد. لهم بالإضافة لكابتن فلاح الله يرحمه. فترة الثمانينات يعني بفترة الثمانينات أيضاً أكو نادي جيش خليج. وبعدين نادي الرشيد كمل بهاي المسيرة. هو المدرب وموجود سعد آزاد وموجود سعد الله يرحمه غازي جوهر. فموجودين كل الإنجازات اليد العراقية سابقاً. وهي آخر سنتين هي على إيد مدربين عراقيين. ما عندنا إنجاز. طيب رأيك؟ خارجي بأي مدرب ما احترعه متقديري لكل جوهر. أما بالنسبة للفكر ما فكره. هذا المدرب هو اللي يتعب على نفسه وإنجازاته هي اللي تقول. أنا هسا محلياً يعني إحنا أربع سنوات بالشرطة وسنتين نفط الجنوب. هذه سنوات متتالية وإن شاء الله يجوز الله يوفقنا سنة سيراً سبعة متتالية. جبلنا ثمانية متتالية بأيام الرشيد والكارخ والجيش قبل بالثمانينات. وبالأردن أنت تعرف أكثر واحد يمكن باعتبارك متابعك بالأردن. عندي ست إنجازات محلية بالأردن وعندنا ثالث حرب بالأردن وعندنا في لبنان أربع سنوات بطل دوري. عدي بالبحرين الدوري وكاس وثاني خليج وثالث آسيا. هاي إنجازات المدربة لحد الآن. صاري 43 سنة. ما شاء الله. ندق الخشب ندق الخشب. نجدد والقانون منه يتغير القانون تتغير أسعلي بالتدريب. وهذه الأدوات اللي عندنا. هذا نشاطنا إحنا ناخذ من الأندية. ناخذ اللاعب من الأندية وليس الاتحاد هو اللي يصنع لها. الاتحاد يخطط الأندية وبرامجها والأدوات اللي يختار مثل حال نحال القدم وغير الألعاب الأخرى. باختصار باختصار وإحنا وصلنا إلى الدقائق الأخيرة من البرنامج. وأنا سعيد جدا بتواجد حضرتك معي وإضاحك لبعض الأمور. الاتحاد في نيته الآن الذهاب للتعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة كرة اليد العراقية. أنت يعني ما هو رأيك باتجاه الاتحاد بخصوص هذا الموضوع؟ أنا مع كل تجديد يعني وبالعكس خطوة ممتازة. سبق أن الأخوان بالاتحاد 2007 جابوا مدرب أعتقد جنسية تونسية. وقبلها أيضا جابوا بفترة غيابي راحة الدورة للمجر بالـ 88. أيضا جابوا الكابتن للكسندر. يعني مطروقة مطروحة. وإحنا هذا السوق من الأفضل هو اللي يواصل. وبالعكس أنا كيف إذا كان مدرب على مستوى عالي يضيف إلى كرة اليد. فهو شيء رائع جدا. بالعكس أنا بالخليج نلعب دوريات. مو مدربين محليين. إحنا بالخليج نتصارع مع بعض من مختلف بيسيات العالم. وسوينا إنجازات كبيرة. فأهلا وسهلا بالخليجي. هذا موضوع خصف الاتحاد. سيد ظافر بأقل من دقيقة. هو اللي يقرر بأقل من دقيقة. بأقل من دقيقة. يعني رأيك بمستقبل كرة اليد العراقية يبشر بالخير. أو ماذا؟ بأقل من دقيقة. إحنا صعب. إذا أظل الوضع على الحال. كرة القدم. الآن ماكلة. كل الإمكانيات المالية. والدعم من قبل الدولة. نحن في إنحصار وليس لعبة اليد. وهذا خطر. أنا أحكيك خبير. أيضا كنت في الليجنال أمبية. وحذرت من عندها. ونعيد أمام المسؤولين. نحن أمام قطر. وإنحصار الألعاب. عدأ كرة القدم. فبدأنا نتقشف على السلة والطائرة واليد والساحة والميدان. والألعاب الفردية. كلها التقشف بدأ. ويتجه ويصب بقانة كرة القدم. الحقيقة هذا يراد لوقفة. هذا الموضوع أكبر مني. وأكبر من. يراد هذا قرار. ومسؤول دولة هي شون تخطط لرياضتها. إحنا إحنا فاهمين الرياضة. ومسؤولين فاهميها كرة قدم فقط. حتى الأخوان الإعلاميين مساهمين مع احترام وتقديري الكبير. نعم. مستمرة علينا من قبل الدولة ومن قبل عندي. أنا أشكرك جزيلي الشكر كابتن ظافر عبدالصاحب مدرب منتخبنا الوطني. حق الرد اللي كفل البرنامج كان واضحا في إعطاء المساحة لرد الكثير من الأمور. أتمنى المنفقية والنجاح للكابتن ظافر عبدالصاحب لكرة اليد العراقية. وإلى كل رياضاتنا لأن غايتنا وديدا البرنامج أكيد هو دعم كل الاتحادات والرياضات العراقية. سادة الأحبة وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي نالت رضاكم. ووضعناكم في قلب ما دار من مدرب منتخبنا في بطولة آسي بي كرة اليد. أنقل لكم تحيات مرافقني في هذا العمل في ستوديو البث بالكنترول. ومن زميلي مخرج البرنامج المبدع دائما علي باقر. ومني أنا محدثكم محمد إبراهيم الناصر. إلى يوم غد طبتم في أمان الله. وحلقة جديدة من حلقات الشيط الثالث حتى يوم غد أقول لكم في مالا.